في الصياق أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أكد على أهمية اجتماع المجلس الوزري المشترك ما بين مجلس التعاون ومصر لما يربط الجانبين من أواصر وعلاقات استراتيجية مهمة وأشار البديوي إلى أنه تم تأكيد خلال الاجتماع على أن الأمن المائي لمصر وسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه نيل وأشار البديوي إلى أن المجلس الوزري أكد دعم ومساندة كافة المساعلة تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح جميع الأطراف